مش رح نخلص شوفوا غايدة بشرفكن طيب حدا يخبرني هيك بطل وحش مرعب شو بيجابو الانسان شو بدنا نقل له انا عندي نصيحة لانه اذا كنت يا عباس اعرف تاريخ وناشي ريفراش يور ميموري ذكر ذكرتك يعني ارجع هيك ارجع اقراله وارا شوي وتذكر شو كان مكتوبة تاريخ وتاريخ مسيحية لبنان بالاخص اذا ما كنت قاري تاريخ كنت جاهل وامة خلي حدا يقرالك ويخبرك واذا كنت سكران من هالقوة فائد الكوة اللي بسموها رح نعطيك يومين تلاتة تتوعى وتشوف حالك لوين رايح وشو هم بتحكي لانه ببساطة كتير قد ما تشد وتقد قد ما تهدد قد ما تطلع وقد ما تنزل وين ما طلعت وقد ما عليت تحت السرمية رح تضل مش سرميتنا نحنا سرمية ايران سرمية معلمينك سرمية مشاغلينك يعني انت مع انك انسان حر لا بقرارك لا بكلامك لا بافعالك انت خزمجة عميل خين لبلدك واهل بلدك في شغل قلت بكلامك هلا عطرقات مين قوي لك ياهن مين حاتت سقف فقرات وعم بيعطيهن اكل وقضوية وعم بحاول على القليل قد ما بيقدر هول اللي عم بتهددهم ايه اهل دير الاحمر المسيحية القوتيين العملاء الصهاينة هول اللي عم بيطعموهن ويقوهن وينتبهولن اهل طرابلوس الداعشيين المضطرفين اللي بيتسلوا بقتل العالم هول اللي عم بتعموهن وعم بيقوهن اهل الطريق الجديدة اللي فدتوا فيها بسبعة ايار وحصدتوا البشر دمرتوا الحجر هول اللي عم بتبهولن لا اهلك اللي هلا انت ذكرتهم بهاي وهول هن زيتهم كلهم مجموعين انت هلا عم بتهددهم بس يا عباس يا ابن عليش شو بديوا يقول لك الواحد مش كل واحد بيحكيكم بيفوتوا من هون بيطلعوا من هون دق الماي ماي ان شاء الله ما نوصل ان شاء الله ما نوصل لانو اذا وصلنا لها رح تترحموا على اللي كانت عم تعملوا فيكن اسرائيل سوري عفوا اسوائيل اسوائيل العدو الغاشم الصهيوني المجرم ال 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 الليك بش عرف هكفوت على اليوتيوب حضار فيديويات ونزلوا جحاف المسلحين سوب عين الرمانة أوكي كيف كانوا بعننا بيهربوا العوات او بيأوسع لعين العوّوات والقوات ما كانوا موجودين ما ميلنا ما ما عطينا أهمية ما بحكي باسم judgement انا مكنت خيه اوكي انا برا انا جابين ومخبه بكوراساو على قولة النجيب الطويل العجيب بقى لا 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 ما رح نضيع وقتنا معك كتير جاوبوك اتنين ثلاثة وبينت شوي زيادة على الاكس وحضرتك بطل ووحش وركبنا عم بسكه هلا وهيك بس انتو شاطرين بس تطلعوا تقتلوا اطفال سوريا شاطرين بس تروحوا الدرب والحوثة وتقسموا اليمن شاطرين بس تجمعوا الزينبيين والفاطميين اللي هن كلهم عصابات وتجار مخدرات ومجرمين وتعملوا منهم ميليشيات مقاومة يا مقاومة انت ولك اخ على كل نلاك حبيبي شفنا رجالكن قبل الصحصوح وبعد الصحصوح نحنا نسواننا تقطشت ايديا واجريا وجربوا يغتلوها مثل الست مايشدياق بعدها واقفة وراسة مرفوع وضارب عند ربنا هلقد منخاف نحنا هلقد منخاف نحنا منخاف قد مايشدياق وجدعان قد جماعة قبل الصحصوح وبعد الصحصوح اللي هن منهم وفيك اهلك يلا يلا